اشتركوا في القناة لما من شأنه خدمة المصالح المتبادلة مؤكداً سعادته على أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها للمجر عام 2019 حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والتي شكلت نقلة نوعية في شراكة ثنائية استراتيجية وأسفرت عن نتائج مثمرة أسهمت في تنمية التعاون الثنائي كما شدد سعادة وزير الخارجية على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين لتوطيد علاقات الصداقة والشراكة من جانبه رحب أو أشهد السيد بيتر سيارتو بالمستوى المتقدم لعلاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمجر مؤكداً رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون المشترك إلى أفاق أوسع لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة هذا هو بحث الجانبان مسار التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية وجهود البلدين لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين بما يعود بالخير والنفع على البلدين الصديقين كما تم أيضاً بحث فرص تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات السياسية وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتبادل الدعم في المحافل العالمية ومواصلة جهود تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي للكوادر الدبلوماسية تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين عام 2022 واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع العالمية والأزمات والصراعات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاستها على الأمن والسلم الدوليين بما في ذلك القضية الفلسطينية والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا وإمدادات الغذاء والطاقة ومكافحة الإرهاب والتغير المناخي وأكد الجانبان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتسوية الصراعات العالمية عبر الحوار الدبلوماسي ووفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية للناجئين والنازحين في مناطق الصراعات وتكريس التعاون الدولي لدعم الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية لما فيه تحقيق النماء والازدهار العالمي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر